بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي ان شاء الله هنتكلم على الـ Unions الـ Unions هي حاجة شبهة الـ Structures يتكلمنا عليها قبل كده الـ Structures عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن تجميعة لعدد من variables of different data types يعني لو كنت عرفتوا ده Structures يبقى W.I عبارة عن Integer و W.J عبارة عن Double أقدر أتعمل مع W.I كـ Integer وأتعمل مع W.J كـ Double زي أنا عاوز وما ليه الفرق الرئيسي؟ الفرق الرئيسي من الـ Unions وان الـ Structures ان الـ Structures بيحجز الأماكن اللي تكافي كل الـ variables في نفس الوقت يعني ده لو Structures هيحجز 4 بايتس للـ Integer وهيحجز 8 بايتس للـ W يبحجز كم مكان في ميموري؟ 12 بايت هيحجزه مخصصين دايمين لكل واحد من الـ variables لو عندك 5 Structures وكل واحد 12 بايت يبقى أنت هتستخدم كم؟ 60 بايت أما الـ Unions بيعمل الـ Unions ده 4 بايت وده 8 بايت يوم حجز 8 بايت لو انت استخدمت J يكافه لو انت استخدمت I يكافه زيادة لو انت استخدمت الـ 2 ماينفعش ماينفعش يستخدم الـ 2 ايه في نفس الوقت بيحجز على أد أكبر واحد فيهم وخلاص وكده لو أكبر واحد فيهم استخدمته حيكفي لو استخدمت أي حاجة أصغر حيكفي وكده الله يبقى كده الـ Structures لو انا عاوز الـ Data اللي عندي دي سبتة هستخدمه على طول هستخدمها كلها يبقى لازم نستخدم Structures لو انا هستخدم واحد بس منهم يبقى عشان أوفر ميموري هستخدم مين؟ يبقى لو هستخدم شوية إنتجر بعد كده أوقف الـ Integer بعد كده هستخدم شوية W بعد كده أوقف الـ Double بعد كده أرجع الشوية إنتجر يبقى كده أدي Union بالنسبة لي حيكفي الـ لو انا هستخدمه في نفس الوقت لا يبقى إيه؟ يبقى لازم Structure تعامل الـ Union زي نفسه زي الـ Structure بالظبط انا عاوز أدخل على إنتجر i w.i بخمسة جي w.j بكذا انا عرفت دلوقتي الـ w.i بخمسة بعد كده عرفت J برقم كبير ليه عرفت برقم كبير؟ عشان أعمل المكان في المموري عاوز أعمل التمانية بايتس عشان يبوز لي الخمسة ده طبعا الفلوت واخد التمانية بايتس الـ Integer واخد كام أربع بايتس بس يعني هما مشتركين في أربعة وفي أربعة خاصين بمين بالفلوت بس بعد كده دبعت الـ i والـ j بعد كده رحت مغير الـ i تاني وعاوز شوفه هيبوز شوية في الـ j ولا؟ يعني عاوز أحس حكاية نومة شيرد في المموري أعوز أحس أنه لما أغير واحد فيهم هيأثر على التاني تعال نشوفه قادي ودوط i بخمسة طبعت الـ i بخمسة حطيت الـ j برقم الطويل العريض ده خمسة اتنين تلاتة مش عارف كام خمسة اتنين تلاتة خمسة ستة ستة زمنا كاتب يبقى طبعا للـ i وطبعا للـ j لما جاي طبعا الـ i تاني باز خالص الـ i اللي كانت بخمسة أول مرة لما حطيت الـ j الرقم الغريب ده عشان يملت تمانية بايتس راح مبوز الـ i خالص طبعا نطلع رقم عشوائي أي حاجة بتطلع حسب ما ايه ما الـ j بوازه الـ i بازت خالص راح تمغير الـ i تاني فكده راح مين راح مبوز في الـ j الـ j اللي حصل جزء منها باز لو احنا شايفين ثري تو سيكس تو فايف اه شبه اللي فوق ولكن الجزء اللي هنا باز فايف سيكس بوينت كزا بقت زيرو ثري ثري بوينت كزا جزء من مين؟ من الـ double باز double تمانية بايتس فانا ببازت اربعة منه فجزء منه باز والـ i مالها الـ i اريها سليم يبقى الفرق ان الـ structure بيستعمل كل بيخزن في مموري يستعمل مموري كلها لكل الـ variables بحيثي بكلهم موجودين في نفس الوقت وده المستخدم في الـ data basis الـ union بيستعمل variable بس الـ at the moment والتانيين كلهم بيكونوا بايزين اول ما تستعمل واحد التانيين بيبوزه وده بيستخدم في مين في الـ saving memory ولكن ما بيستعملش طبعا للـ data basis موسيقى